أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعاً في البداية قبل ما نبلش بالأبراج اللي حاب بيروح يسمع برجه بيمشي بالشريط تبع التحريك السريع للحلقة بيروح بلاقي إنه فيه جارمة أو بطاقة بتحكي إنه هذا البرج فبيسمع برجه وهيك بيكون أخذ حاجته طبعاً اللي بيسأل إنه أسمع برجي ولا أسمع الطالع أنت بتسمع الاثنين لأنه إحنا توقعاتنا مبنية على اثنين تسمع البرج والطالع واللي بتشوفه متغلب عليك أكثر يعني اللي توقعاته أكثر هي اللي ماشي معاك هو اللي بتصير تأخذ فيه أما اللي حابين يكملوا معنا اليوم إحنا موضوعنا اليوم عن التجميل أوقات التجميل أوقات المناسبة لقص الشعر كل شيء له علاقة بالجمال واستغلال الفترات المناسبة اللي نستغلها للإشي الإيجابي والفترات اللي مش مناسبة كيف نستغلها برضو لأشياء إيجابية طبعاً إحنا منعتمد في الأشياء الإيجابية على شغلتين الأولى اللي هي حركة الزهرة إنه الزهرة وين موجودة بالضبط في أي برج إلو علاقة بالتجميل أو مناسب لصاحب البرج عادة إحنا منوخذ ثلاث مراحل أساسية أول إشي بالنسبة للزهرة منوخذ مكانه يكون في البرج الثالث أو البيت الثالث لإلك أو الخامس وهو الأفضل اللي هي زاوية التثليث أو زاوية التسديس أو اللي هي الزاوية اللي بتصير معاكسة لإلها اللي هي البيت التاسع لإلك فهيك عندك أنت ثلاثة وخمسة وتسعة هاي أفضل أوقات لما القمر أو الزهرة يكونوا موجودات فيه معناته هاي أفضل أوقات هي بتكون للتجميل أما حركة القمر اللي هي الحركة الشهرية للناس اللي بتحب إنها تروح على الصالونات أو إنها تعمل تجميل أو قص شعر أو عندها ضعف في الشعر أو عندها تساقط بالشعر أو عندها شعر غزير حابة تتخلص منه فهاي بتعتمد على أشياء إلها علاقة بحركة القمر والإشي الأساسي اللي بنعتمد عليه دائما في مرحلة قص الشعر هي مراحل نمو القمر يعني من لما القمر يعمل اقتران يعني يبلش ينولد هلال لغاية ما يجي بمرحلة اكتماله لبدر هاي الفترة اللي إحنا بنستخدمها اللي هي الفترات الإيجابية لنمو الشعر يعني يقص الشعر فيها للنمو لأنها تنمو مع القمر أما بعد اكتمال القمر هي الفترات اللي بصير فيها ضعف لقص الشعر فكل ما قصيت الشعر كل ما بطء في عملية النمو فعشان هيك الناس اللي عندهم غزارة بالشعر أو شعر غير مناسب في أماكن غير مناسبة وحابة تتخلص منها لفترة أطول أو تبطئ من عملية النمو دائما تعمل عملية القص أو عملية إزالة الشعر هي بالفترة ما بعد اكتمال القمر لحد ديت ما أنه ينتهي القمر الآن الفترات الإيجابية اللي تستخدم لما أنتو تسمعوها تعرفوا أنه هاي الفترة مناسبة لقص الشعر هي لما بكون القمر موجود في البيت الثالث إلك والأفضل البيت الخامس لإلك وعادة إحنا دائما منيجي منحيي في زاوية تسديس أو زاوية تثليث إذا حكت هاي الزاوية وينما كان القمر في أي برج في أي مكان بما أنه عمل زاوية تسديس أو زاوية تثليث معناته القمر مناسب جدا والوقت مناسب جدا لقص الشعر إمتى ما يجينا إحنا وقلنا أنه القمر عامل تربيع أو عامل اقتران أو عامل مقابلة فهو بأضعف طاقاته هي لعملية التخلص من الشعر الزائد الآن بدك أنت وقت مناسب لعملية حساسة إلها علاقة بالتجميل وتكون قوية جدا اللي تضمن مية في المية إلها علاقة بالجراحة أو إلها علاقة بالطب دائما مننظر للقمر وللزهرة إذا القمر عمل زاوية تسديس مع الزهرة أو عمل القمر زاوية تثليث مع الزهرة معناته الفترة مناسبة جدا لعملية جراحية أو لعملية تجميلية حتى لو كانت كبرى هيك أنا أعطيتكم معلومات أساسية عن هذا الموضوع وأنا إن شاء الله كلما إجا هاي الزاوية تشكلت أو صار في زاوية في هاي الأوقات في توقعاتي دائما بحكي إنها تصلح للتجميل أو تصلح للتزين أو تصلح للعمليات الجراحية رح أصير أذكر في هذا الموضوع هيك بكون أنا أجبتكم على سؤالكم وأي سؤال بدكم إياه في أي وقت حكتبوا لي إياه تحت في التعليقات أنا بطلع عليه وإن شاء الله بنعمل حلقة بنشرح في المقدمة إحنا عن هذا الموضوع اللي أنتوا سألتوا عنه وإن شاء الله رح أجاوبكم وأشرح لكم إياه بطريقة بسيطة ومبسطة وسلسة اللي الكل يستوعبها ويقدر يحسبها عشان هيك إحنا دائما بنحكي إنه الزوايا الفلكية مهمة ومهمة الواحد يسمعها لأنه كل اعتماد البشر في أي شيء بدهم يعملوا إمكان تجاري أو صناعي أو تجميل أو سفر اللي مرتبط هو بالزوايا الفلكية أنا ممكن أذكر بعض الأشياء في الأبراج ولكن بظل فيه نواقص معينة الزوايا الفلكية هاي هي اللي بتحددها فياريت اللي بده يهتم إنه يتابع الزوايا الفلكية هي مهمة جدا زيها زي التوقعات لأنه تأثيرها مش على شخص هاي تأثيرها على الكل تأثيرها على الجميع هيك منكون انتهينا من إجابتنا لهذا السؤال لهذا اليوم بالنسبة لتوقعات اليوم الخميس 30-1 القمر حكينا هو موجود في برج الحمل واستقر في برج الحمل رح يكون أغلب اليوم هو في منزلة الشرطين هاي المنزل جيد جدا لكل ما يخص النساء تجميل تزيين عمليات تجميل عمليات حقن أي شيء له علاقة بالنساء أو عمل النساء هو ممتاز جدا غير هيك هي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان للعمليات الصغرى لا علاج الأظافر وتكسرها ولا حلاقة الشعر أو قص الشعر بما أن القمر رح يكون موجود في الحمل معناته فيه تأثيرات لوجوده في الحمل رح تأثر على الجميع في هاي الفترة بنشعر أنه إحنا بطاقة كبيرة للعمل بنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد لكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن أنه نتهور برضو لازم نحذر بهاي الفترة على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير ممكن توقعنا هاي عملية التسرع بشوية متاعب أو مشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية فترة وجود القمر دائما في الحمل يستحسن إجراء فحص للأعين أو أي شيء له علاقة بالعيون أو بالرأس تحديدا إذا استدعى الأمر لذلك يمكنك شراء بطاقة يانصيب أو إدخال تعديل على غصة الشعر أو إقامة حفلي ما طبعا بالنسبة لورقة اليانصيب دائما هاي إحنا بنحكيها في كل تواجد للقمر في برج الحمل ومش شرط أنها تصيب معك ولكن أن الفرص بتكون فيها عالية بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل معنا هذا النهار عندنا أول زاوية هي زاوية التسديس بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة السابعة وتسعة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينيش صباحا بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى مساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وحكينا أن القمر والشمس في زاوية التسديس هي ممتازة جدا لمعالجة الشعر أو تقصف الشعر أو البطء في عملية نمو الشعر فهاي زاوية ممتازة للي بدي يعمل أي شيء له علاقة بالتجميل وخاصة أنه هذا النهار هاي الزاوية رح تتشكل فبتساعد كثير ناس على هذا الأمر أما بالنسبة للزاوية الثانية اللي رح تتشكل بعدها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري في تمام الساعة ثنتين واربع وخمسين دقيقة بعد العصر هاي شوي بتخلينا شوي نتوخى الحذر لأنه في ناس ممكن تستغل طيبتنا وكرمنا فعشان هيك بدنا نكون حذرين من أنهم يستغلونا أو ينصبوا علينا أو يضحكوا علينا أو 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 إلى ما لنهاية بتقدروا أنت تحطوها بأي سياق وهي هاي بتكون آخر زاوية معنا لهذا اليوم طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة واحد وثلاثين واحد بيبدأ خلو المسار الساعة ثلاثة وتسعة دقائق بتوقيت جرينيش يعني تقريبا عند غروب الشمس بتوقيت الأردن يعني على الساعة خمسة وعشرة بيستمر حتى منتصف الليل يعني بتجاوز منتصف الليل يعني مندخل في يوم جديد بيكون تقريبا بنتهي خلو المسار الساعة اتناعش وسبعة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الأردن منقول الساعة ثنتين ونصف فجرا وبعدها القمر بيكون انتقل لبرج الثور عمر القمر اليوم خمسة هو هلال في تمام الساعة سبعة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بصير القمر ست أيام نسبة الإضاءة خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها خلال هذا النهار الشمس في الدلو حتى تسعة وعشرين اثنين مزاج هومنتحس القمر في الحمل حتى واحد اثنين مزاج ممتزج عطارد في الدلو حتى ثلاث اثنين المزاج ممتزج الزهرة في الحوت حتى سبعة اثنين المزاج سعيد المريخ في القوس حتى ستعاش اثنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة المزاج سعيد بعدين زحل في الجدي حتى أحد عشر خمسة المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى خمسة عشر تماني المزاج ممتزج نيبتون في الحوت حتى ثلاث وعشرين ستة المزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين أربع المزاج ممتزج اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثقتكم اليوم بنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور تنجحوا في الدفع بمصالحكم يعني اجا الوقت لتحسموا الأمور العالقة أو الأمور المؤجلة ممكن تسمع جواب كنت انتظره خلال الفترة الماضية بتتحرك وانا بقولك اتحرك وما تنتظر انه تيجي الفرص لعندك انت لازم انت اللي تروح لها او تبحث عنها ما تضيع الوقت يعني منقدر نحيي هاي بداية مرحلة جديدة وممتازة جدا وهذا يوم كله إيجابيات بإذن الله تعالى برج الثور بيطلب منكم عدم المبالغة هذا اليوم لا في جهد كل جسماني ولا في أعمالك ولا في أي شيء يعني بتحطوا سلم الأولويات بالنسبة للعمل الضروري وتعالجوا وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتهدأ وتيرتكم وبتتأخر النتائج وممكن تتأخر حتى لو كان حدا منتفق على بضائع او على معاملات وبتشعروا ببعض خيبات الأمل تظهر خلافات او التباسات على الساحة طبعك شوي رح يكون متقلب ومزاجك متعكر أهم إيش إنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما تتوقع برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة بتعبر عن رأيك بحرية وجراءة خلال هذا النهار بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة ممكن شوي أحاسيسك هيك تكون متناقضة مش عارف إنه الأمور معك ولا الأمور ضدك شوي تكون مخربط لكن هاي الفترة فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء أو إنهم زملائك إنهم يساعدوك برج السرطان بتظل الفرص متاحة للي بيبحث عن عمل أو اللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته خصوصا أمام المسؤولين أهم إيش إنك تحافظوا على إنجازاتك القائمة برر كلامك بوضوح وبشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصال بأحد ما بتكون الظروف داعمة لأفكارك وبتهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل وما تترك انطباع سلبي أو سيء عنك خلال هاي الفترة بدك تكون أنت نحكيها إحنا باللغة العامية إنك تكون يعني أمور معك وأمور ضدك على الجهتين أنت بدك تكون جاهز للأمرين برج الأسد بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة يعني يوم ممتاز جدا ومناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول إنك تبين تعاون أكبر مع الآخرين والجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة لاختبار تجارب مختلفة بتشعر شوي بالاعتزاز والفخر أهم شي إنك ما تستسلم وما تردخ للشروط خصوصا إذا كانت الشروط هاي ما بتناسبك أهم شي إنك تناقش بمنطق وبعقلانية ما في داعي للتسرع أو الغضب لأن الأمور هي تقريبا باتجاهك وبتحالف معك برج العذراء بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم الفرصة متاحة لمكسب إلو صلة ياب شراكي ياب تعويض بتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة أهم إشي إنك بدك تكون متفهم للأوضاع ولأوضاع الآخرين ولأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي في التعامل وحاول إنك تكون لين جدا واستخدم ذكائك لاستغلال الفرص برج الميزان هاي الفترة بترغبوا فيها لتدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن ممكن شوي تشعر بنوع من أنواع من الهلع أو إنك بنوع من الخوف أو بضيق عليك الوقت أو الوقت بكون سارق في انشغالاتك وما بتقدر تلحق على الأمور أهم إشي إنك بدك تحاذر من التراجع الصحي ما في خوف عليك إذا تبعت الإرشادات والتعليمات أهم إشي إنك تتجنب المشاكل وما تتسلط على حدا في خلال هاي الفترة لأنه رح يتسجل هذا الموقف ضدك برج العقرب إنجزوا كل شيء متراكم عندكم خلال هذا اليوم لا تتركوا عمل وما تنجزوا حاولوا أنكم تتعاونوا أنتم زملائكم في إنجاز الكثير من الأعمال نظموا جدول غذائكم خذوا قسط من الراحة من حين لآخر هاي الفترة يعني ممكن تبدأ مرحلة عمل أو مرحلة مهنية جديدة لكن هذا لا يعني إنه المرحلة هاي برح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن معك ومن الحكمة عدم إهمال الإرشادات مهما كانت بسيطة حاذر المشاكل الصحية القمر موجود في بيتك الصحي يعني طاقتك ضعيفة يعني الأمور كلها رح تكون ضغطة عليك بالاتجاه الصحي وباتجاه العمل خلال هذا النهار برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية كمان هاي الفرصة ممتازة جدا الفترة هاي للتعارف أو الارتباط الفترة هاي عاطفية جدا وفي حضوض فيها ممتازة جدا ولكن عليك انك انت تتحرك عشان تستغلها عندك نشاطات متنوعة ثقتك بنفسك عالية قدراتك على استيعاب الأمور أيضا عالية جدا فترة إيجابية ما لازم تضيعها من إيدك يعني هذا يوم إيجابي جدا أي شيء انت كنت مبادر فيه بمهمة أو بمشروع معين وارتديت فيه بالفترة الماضية أو تخيب في الفترة الماضية عاود الكرة في هذا اليوم وان شاء الله انه الأمور بتكون لصالحك برج الجدي ترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة كل المسائل راح تكون متركزة على المنزل على البيت بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية إلى مناقشة إلى تقريب وجهات النظر ممكن لحل سلمي ممكن التنازل من طرفك عشان تمشي بعض الأمور تظهر بعض الضغوطات والمتاعب والمعاكسات خلال هذا النهار ممكن تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات أو استفزازات أهم شيء أنك أنت ما تنجر ورا هاي الأمور وتعصب وتفقد سيطرتك على نفسك عشان ما تتسجل هاي الأمور ضدك وانت اللي تكون الخسران الوحيد في هاي المرحلة برج الدلو تنشطوا في السفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية لترويج لمشروع معين وراح تكون هاي الفترة ناجحة جدا هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس وبتقدم عمل مهم جدا ممكن أنه يلفت الأنظار والإعجاب أهم شيء أنه الفترة هاي تستغل سرعة بديهتك قدرة تواصلك مع الناس سرعة إقناعك بوجهة نظرك أو بالفكرة اللي موجودة عندك عشان أنت تستغل أي شيء في خلال هذا النهار ما تضيع هذا النهار من إيدك لأنه عندك فرص كثيرة أنت ممكن تحققها بأي مجال واللي عندهم امتحانات خصوصا في المرحلة الأساسية الابتدائية والثانوية هاي فترة ممتازة جدا للامتحانات وراح يكون الحظ حليفكم برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بعود له ممكن دين ممكن شيء كان فاقده بالزواء يعني فاقده أو فاقد الأمل فيه يرجع لإله وممكن أنه بعضكم يحصل على هدية تقدم هاي الفترة على إنجاز أو على مناقشة في صفقة أو اتفاقية أهم إشي أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية امتنع عن المخالفات وخصوصا مخالفة القوانين ما تتورط في مشاريع أو في أي معاملة مشبوهة أو عليها علامات استفهام بدك تكون حذر جدا أهم إشي أنه تحاول أنك تقلل من مصاريفك هاي الفترة حاول أنك ترتب أمور الفواتير والفوترة بشكل ممتاز جدا وإن شاء الله الحظ حليفك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه